موسيقى نجدد الترحيب بكم أعزائي المشاهدين الكرام وإلى موجز الأخبار ناقشها اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن مشروع الإطار العام للسقوف التأشيرية لموازنة الدولة لعام 2019 وتطرق الاجتماع إلى مدى ارتباطها بتحقيق الأسس والافتراضات التي قدرت على أساسها الموارد المختلفة وتقديرات استخدامات الموازنة لمعرفة إمكانيات توظيف ما هو متاح من الموارد لمواجهة الالتزامات كما جرى استعراض نتائج الإطار العام والسقوف التأشيرية وفقا للبديلين الأول مع مراعاة متغيرات بالنقص في الموارد الناتجة عن انقلاب ميليشيات الحوثي والحرب القائمة التي أدت إلى تراجع الموارد عن عام 2014 وإضافة الحتميات والالتزامات والمستجدات والثاني ما تم إعداده وفقا لمراجعة وترشيد وخفض في جانب الاستخدامات بهدف تخفيض العجز في حال عدم توفر التمويل اللازم لذلك وشدد الرئيس الوزراء على إعداد الموازنة بالشكل المناسب بما يتوافق مع حجم الإرادات والتركيز على الإرادات الضريبية والجمركية والنفطية للمساهمة في رفض خزينة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني والحرص على عدم تأثر الاقتصاد وسعر صرف العملة وأسعار السلع الغذائية استشهدت امرأة وأصيب طفلين من أبنائها بجروح خطيرة بانفجار أحد الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوث الجرامية في إحدى الطرقات بمنطقة المسنة القريبة من صوامع الغلال في مدينة الحديدة وأدى الانفجار إلى استشهاد المواطنة فاطمة مهيم موسى البالغة من العمر 35 عاما وإصابة طفليها خول حبش درويش البالغة من العمر 14 عاما والطفل داود حبش درويش البالغ من العمر 8 سنوات بجروح خطيرة جدا إثر انفجار اللغم الذي زرعته ميليشيات الحوث في الطريق الذي يمر به المواطنون بمدينة الحديدة يذكر أن الألغام التي زرعت الميليشيات بشكل كبير أصبحت تهدد حياة المواطنين بمحافظة الحديدة بشكل كبير كأن الميليشيات زرعتها بشكل عشوائي وفي كل مكان قصفت ميليشيات الحوث الإجرامية عددا من الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بقذائف المدفعية والهون في مدينة التحيطة بمحافظة الحديدة بشكل عشوائي وعنيف أفادت مصادر محلية في مدينة التحيطة أن ميليشيات الحوث كثفت قصفة على أحيائهم السكنية وتسببت بتدمير المنازل وخلقت حالة من الهلع والذعر في صفوف المواطنين لا سيما النساء والأطفال وتحدثت مواطنة من سكان التحيطة أن ميليشيات الحوث قصفت منزلها بالقذائف واخترقت إحداها سقف منزلها وتضرر أجزاء كبيرة من المنزل واحتراق الأثاث والمقتنيات التي يمتلكونها بداخله يذكر أن ميليشيات الحوث تواصل جرائمها بحق المدنيين من أبناء محافظة الحديدة وتستمر بخروقاتها للهدنة الأممية التي دعت إليها الأمم المتحدة حرر مقاتل قبائل حجور مناطق استراتيجية بمحافظة حجة كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوث الإقلابية في أول هجوم لقبائل حجور على الميليشيات وعضح قيادي ميداني أن مقاتلي قبائل حجور وبمساندة طيران التحالف عمي شنت أولى هجماتها على مواقع الميليشية التي كانت تقوم بقصف قرى وأبناء محافظة حجور منها وتم السيطرة على جبل المنصورة ومنطقة قرعة التي كانت تتخذها الميليشيا مركزا لقصف منطقة العبيسة وأكد المصدر أن أفراد القبائل يستطرون أروع الملاحم البطولية في تصدي الميليشيات المدعومة من إيران والدفاع عن معركة استعادة الدولة والجمهورية تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم شرعية من تأمين عدد من المواقع في منطقة وادي سلبا وقراء العشيال بمدينة خب والشعف شبال محافظة الجوف بعد أن تم تحريرها من ميليشيا الحوث الإقلابية المدعومة إيرانيا وقال قائد اللواء الأول حرس حدود العميد حنتف أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر الميليشيا الإقلابية بين قتيل وجريحة وأن أبطال الجيش عثروا في تلك المناطق على مخازن أسلحة كانت الميليشيا قد ذهبتها من معسكرات الجيش وضاف حنتف بتحرير مركز مدينة خب من ميليشيا الحوث الإقلابية سيتم قطع خطوط الإمداد على عناصرها المتمركزة في باقي مناطق مدينة برطة إلى ذلك باشرت الفرق الهدسية التابع الجيش الوطني بانتزاع للغام والعبوات الناس التي زرعتها ميليشيا الإقلابية في تلك المناطق قبل دحرها منها على يد أبطال الجيش انتزع مشروع مركز ملك سلمان للغاثة والعمال الإنسانية مسام خلال الإسبوع الرابع من شهر يناير رمون صرم 7182 لغما زرعتها ميليشيا الحوث الإنقلابية المضعومة إيرانيا في عدد من المحافظات ووضح المركز في بيان صحفي بأن المركز تمكن من انتزاع 89 لغما مضادا للأفراد و2322 لغما مضادا للآليات و284 عبو ناسفة و4487 ذخيرة غير متفجرة جدير ذكره أن إجمالي ما جرى نزعه من بداية المشروع 38817 لغما زرعتها ميليشيا الحوث الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء وفي الختام أعزائي المشاهدين الكرام نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة